في فترة كارلوس كيروش وبانتهاء البطولة العربية وبطولة كراسة العرب متفقين بقى ان احنا خلصنا برحلة التجارب يعني انا الاوان ندخل في الجد لانه مدخلناش في الجد هندخل امتى والسؤال الاهم لان ما دايما واتمنى اتمنى انه الموضوع ده يوصل يعني بشكل واضح المصريين اتعودوا دايما على انه سقف طموحاتهم عالي يعني انا تعودت على ده مع منتخب مصر احنا عندنا ثقافة الابطال احنا كمنتخب مصر ابطال فتعودنا دايما انه اي بطولة بنلعب فيها بنلعب على تحقي اللقب احنا كاهلوية ابطال عارفين الاهلي لما بيدخل بطولة هدف هو انك انت يتم توصل لمنصة التتويج ترفع كاس او درع البطولة التاني زي التالت زي العاشر زي الخروج من دور المجموعات بالنسبة الاهم هل ده معنا ان احنا نكسب كل بطولة او مطالبين بان احنا نكسب كل بطولة ابدا ومطلقا بس مطالبين على الهال كجمهور ان احنا نحس انه الناس عملت اللي عليها هل الجمهور في مصر حاسس انه المنتخب تحت قيادة كارلوس كيروش عمل اللي عليه هل ظهرت شخصية المنتخب انا بتكلم اجمالا سيبك من الخروج وسيبك من المباراة النهاردة قدام قطر وهي مباراة للنسيان للنسيان الحقيقة فيه عندنا حاجات كتيرة جدا لابد ان احنا نستفيد بيها وفيه حاجات نقاط ضعف ومشاكل ادارية وفنية فيه منتخب مصر لابد انه يتم تصححها ومعرفش يعني هل الرجل صححها من نفسه هل الجهاز المعاون يتكلم معاه هل مستر فينجادا يتكلم معاه هل المسؤولين في اتحاد الكرة يعودوا معاه لكن بالتأكيد مش هينفع نستمر في نفس التراك اللي ماشي فيه كارلوس كيروش مع كامل التقدير والاحترام لاسمه ودي مش وصل التقطيع في كارلوس كيروش ولكن دي حبا وغيرة على منتخب مصر تقييمنا اللي فات ونظرتنا اللي جاي النهاردة بيعنين واحد من اكبر الاسماء في الكرة المصرية لعيبا ومدربا خبرة كبيرة جدا ومشوار طويل هو كابتن مهر همام سأخير كابتن مهر كان نفسنا يعني نفنش يعني طبعا انا بالنسبالي شخصيا يعني مدرك انه معظم الجمهور المصرية فضية زي برونزية زي مركز رابع مدام مش متوجين بس كان نفسنا النهاردة يعني عشان المصرين اللي كانوا مالين المدرجات الناس اطلع مبسوطة بس قدر الله هو مشاء فعل رأيك في الكل اللي قال على ماتش قطر النهاردة هارد لك للمتخب المصري ومبروك طبعا لقطر للمركز الثالث ومبروك لقطر على التنظيم الجميل طبعا نجحت بشكل مجر من ناحية البنية الاساسية من ناحية التحتية من ناحية التنظيم من ناحية الجماهير من ناحية الملاعب شفنا كاس عالم صراحة شفنا كاس عالم في بطولة العربية وده شرف حتى تجميع العالم العربي في هذه البطولة بشكل مميز نجحت فيه قطر بنسبة 100% احنا بالنسبة ومناسبة كلام حضرتك الفيفا بيأكد على لسان جاني امفانتينو الرئيس الفيفا ان البطولة مش يعني طبعا ناس كت كلها شايفة انه اهتمام الفيفا او رعاية الفيفا لبطولة كاس العرب عشان يتطمن على السعادة قطر لكاس العالم لا بطولة كاس العرب بطولة بقت على اجندة اتحاد الدولي وهتقام باستمرار تحت رعاية الاتحاد الدولي فده خبر كويس برضو بالزبط للجماهية الكورو العربية بيأكد نجاح فعلا بطولة واستمريتها بعد كده ان شاء الله في التجمع العربي بس اي التوقيت بس اللي محتاجي يتراجع يتزبط شوية يمكن احنا في حلقات قبل كده احمد اتكلمنا على ان شخصية المنتخب القومي يعني بقانا يعني سنوات ماضية مش قادرين نحط ايدين عليها من ناحية من ناحية من ناحية من ناحية الادارية او من ناحية الفنية زي ما انت ذكرت شخصية المنتخب القومي مش واضحة من خلال الاستراتيجية اللي بتتحط بالنسبة للجهاز الفني او بالنسبة للمدير الفني او بالنسبة للمسؤولين عن اتحاد الكورو وده يمكن مع الاسف احنا يمكن يعني كان عندنا امل في مستر كروش ان كل الجوانب اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده من ناحية الاخفاق الاداري او الفني ان احنا نقدر نوصل مع مستر كروش بصفة انه هو مدرب عنده سيفي قوي مدرب اشتغل مع منتخبات ومنها اخيرا منتخب ايران وصل بيه لكاس العالم في احنا يعني تمثلنا خير في مستر كروش ان هو يقدر يحطنا على على الطريق الصح بنسبة للكورو نحط استكلمة الشخصية دي هي مربط الفرص زي ما بيقوله كابتن ميل وانا بفتك الحقيقة مثلا تجربة هكتور كوبر يعني رجل وصل بينا كاس العالم ورجل وصل بينا نهائي امم افريقي وخسرنا قداما الكاميرا ومع ذلك الجماهير كان يعني مش راضي على على منتخب مصر وشايف انه منتخب برضو فقط للشخصية ويعاني بشكل كبير جدا ومش دي كرة لتعاود المنتخب مش ديش شخصية لتعاود منتخب مصر ان يظهر بيها فبالتالي هو الهدف بس انك توصلني كاس العالم بصرف النظر عن الاسطوب والطريقة والاداء والشخصية اللي حاجة بتتكلم عليها ولا الهدف اساسا انك تعرف ايه هي شخصية المنتخب المصري وتحاول انك انت تبنيها او تشتغل عليها يمكن الشعب المصري ما كانش يعني راضي عن مستر كوبر لكن احنا كفنيين كنا راضيين بعض الشيء ايه لان الرجل كان عنده استراتيجية وعنده اسلوب واضح قوي ومعظم ويمكن دفاعي وكان بيبني الجانب الهجومي على جملة او جملتين حتى احنا قلنا دي جملة محمد صلاح او منتخب محمد صلاح صحيح لكن يحمد بالنتائج وبالادارة الفنية وبشخصية المنتخب لا نجح انه هو قدر بالمجموعة دي يعمل يوصل لده بالظبط يعمل التوليفة دي ويلعب بسيستم دفاعي وهو كني يعني يعني كليل الاسباب ان احنا والوقت ده كان منتخب مصر عنده مشاكل دفاعية في العمق من ناحية الرقابة من ناحية التغطية من ناحية الميالات من ناحية السرعات فالرجل قالك ايه قالك لما اقرب الخطوط التلاتة من بعد مش هتباني الصغرة دي طمعا انا ما ارجع نص ملعبي وانا بدافع مش هخلق مسحات للمهاجمين السرع ان يقدروا يستغلوا هذه المهارة او يستغلوا هذه النقطة الضعف اللي موجودة عندنا فنجح فيها بنسبة كبيرة جدا ان هو رجع تلات خطوط قريبين من بعد في تلاتين يارضة اللي بدافع من خلالها وفي نفس الوقت اللي ما بيستحوز هو عنده من البليميكر عبدالله السعيد وعنده من اللاعب السرع اللي موجودين زي صلاح وتريزيجيه يقدروا يعملوا كونتر أتاك بشكل كبير ونجحنا بشكل كبير جدا في المرحلة دي درجة ان احنا وصلنا كاس العالم وصلنا نهائي كاس الأومة أفريقية مع الكاميرون لكن طبعا يمكن كاميرون كانت حتة العناصر والقوة والسرعة والأجسام الكبيرة قدروا هم يتفاقوا علينا بشكل كبير ممكن يخدنا المنطق تاني ممكن يبقى مطروح يعني أنا برضو يعني ما هكلم حقك اسمح لي برضو إن كان لي إن أنا قادر أعمل ده بلسانة الجمهور يعني الجمهور عرضه شايف إنه قمشت اللعيبة اللي موجودة ووفرتها وكترتها في كل مركز تسمح إنه المنتخب يظهر بشخصية أفضل لنكده إذا كان كيروش شايف كوبر كان شايف إنه قمشت المنتخب ما تسمحش إنك تحقق هدفك غير بالطريقة دي فممكن كيروش يقول لك والله إلا اللي إنتوا شايفينه ده مالصح وماشت لعبتكم إمكانيات لعبتكم الأسماء اللي في المنتخب ما تسمحش الشخصية اللي إنتوا بتحلموا بيها أو بالمستوى اللي بتحلموا إنه المنتخب يظهر بي لا زي ما أنت قلت شخصية المنتخب موجودة فيها العناصر المميز اللي تتقدر تبني عليها لكن هي المشكلة كانت اللي تعب الشارع الكاروي المصري وإحنا كفنيين إنه إحنا ما عندنا ناس سبات في التشكيل عندنا سبات في حرص المرمى في خط الظهر في الليتين الديفندر فتحي والسولية وبعد كده الرباع اللي قدام يحمد حصل تغييرات بشكل برجت جل كل ممراء بيحصل تغييرات في الرباع اللي وفي واحد من الناس بيقولها إحنا مش عافية الرجل عايز إيه بالزبط مش فاهمينه طبعا بحي طبعا الرؤية الفنية بالنسبة للشارع القرى والمصري ما شاء الله الناس عندها ثقافة يحمد عندها وعي بشكل كبير يعني الفقرة الجاد بتاعة الجمهور المصري الجميل ده قدروا يعني يقولونا رشدتات صغيار كده جميلة صراحة بشكل كبير يعني أكلم حقيق بجد الكرة في مصر مصدر من مصادر السعادة والبنجة عند الناس الكرة بالنسبة لهم زي الأكل والشرب حاجة بتفرحهم وحاجة بتنايمهم زعلانين فعشان كده الناس يعني الناس يعني آه صحيحة بطولة مش مهمة والأهم لسه مجاش بس الأهم عندي من كلامي ده أنا مش بحاسب أنا خاف من اللي جاي يعني هل إحنا محتاجين خلينا نقول كده تصحيح مصار هل حاجة شاف إنه فيه حاجات لازم تتغير في الطريقة فيه حاجات لازم تتغير في الفكر ولا نسيب الرجل يشتغل ونشوف في لغاية لما نوصل بقى المارس هيوصلنا مش هيوصلنا يعني ممكن ناخد المخاطرة دي أساسا هو هو أحمد الستارت الأولين بطولة العربية هي لك تددينا طمأنينة يعني يعني الستارت بتاع البطولة العربية هو اللي بيطمن الشعب المصري بيطمن بيطمن احنا كرياضيين بيطمن احنا كفنيين إن احنا فعلا بدأنا نتحط بيقال لنا شخصية داخل الملعب عندنا استراتيجية شغالين عليها عندنا تيم في قوام حوالي ما يقرب عن عشرين خمسة وعشرين لعيب سابتين لكن ما عرفش دي مدرسة جديدة لميستر كروش إنه هو حيطة التغيير يعني نحنا كنا بلول زمان لو تفتكر التدوير وكلمة التدوير دي بدأت حتى كمان في ملعب نحن في فراء نحن حتى مع النادي الأهلي كان المدربين ميستر فاير لما كان موجود كان بيدور حتى المسلماني لما بيدور في حالة واحدة بس الإجهاد الواقع على اللعيبها فبيريح ويحط البديل أو اللعيب اللي حيشارك مكان زميله لكن إحنا النهاردة شايفين إن ميستر كروش من بداية توليته عند 40 لعيب في 8-9 مباراة اللعب وال40 فده بردك مؤشر يعني غريب بالنسبة لنا وجديد يعني إحنا طول عمرنا اتعودنا يا أحمد حتى أيام هدوكوتي أيام نحنا جيل السبعينات كان عنده 18-20 لعيب سابتين طول الموسم بيلعب بيهم والتغيرات معروفة مرة بيغير باتنين مرة بيغير بتلاتة مرة بيغير بدافع مرة بيغير مهاجم التغيرات حسب شكل وأداء المباراة لو هو خسران فبيدفع بمهاجم عشان يكسب لو هو كسبان فعايز يحافظ يدفع بمهاجم أنا شخصيا أنا شخصيا فشلت في النهارة تغيرات كيروش بالضبط يعني لا من حيث التغيير نفسه اللعيب مكان لعيب ولا من حيث التوقيت دايما يعني أي تغيير الرجل بيعمل يعني النهاردة لغاية الدقيقة تسعين فرقة قطر مغيارة خمس لعيبة وإحنا مغيارة وإنت مغيارتش يعني أقول للناس بتبحث بي أو بتكلم في ما إحناش فاهمين الرجل بيغير ليه وعايز إيه وبيجرب إيه وهل هي عشان بطولة تحت إطار التجربة أو التحضير نلعب فيها زي ما يعني 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 طبعا يا حمد صعب وإنه عايز أرجع للتاني كمان لما جي ميستر بايس الألماني كانوا هم 18 العبار اللي ما جو دي 20 بكتير قوي وبعد كده طبعا العظيم منوجه زي نفس كلام إحنا كانت الفرقة حفظنا سابتة واللي بتغير بردك بتوقيت اللي هو شايفه توقيت مناسب وحسب سير السيناريو المباراة فإحنا تعودنا على حتة السبات والسبات ده أحمد مش كلام بس ده السبات ده هو اللي بدي لك بقى إيه اللي بدي لك التجانس اللي بدي لك الجمل التكتيكية اللي بدي لك المهارة الفردية اللي بدي لك هودع كابتن مهر بطولة العربية شايف الشغل والتحضير لأمم أفريقيا والكاس العالم يعني أنا طبعا لسه الأمور في علم الغيب بس خلينا يقول أن إحنا أمم أفريقيا في ناير ومش عارفين هنوصل فيها غاية فين وهل برضو الرجل هياخدها في إطار التحضير لكاس العالم ولا مطالب بقى يلعب يعني بالشكل والطريقة يحط البصمة إحنا مش إحنا جايبين مستر كيروش عشان يشوف طفرة في مستوى المنتخب لأنه المستوى اللي أنا أنا كنت تبتدي الحالة نهاردة كابتن مار بقول المستوى والأداء اللي إحنا شافينه مع المنتخب إحنا مش محتاجين سيفيب بقيمة كارلوس كيو فيه خمس ستة أسماء في مواصر هنا ممكن تقدم مع المنتخب كرة أحسن من اللي تقدمت في البطولة العربية ده بيرجع طبعا هو بالنسبة له البطولة دي أفادته بشكل كبير جدا زي ما قلتلك في ثبات حراسة المرمى بالنسبة للشناوي ثبات الرباعي اللي موجود في خط الظهر إذا كان أكرم أو حجازي أو الوينش أو فتوح ثبات حمد عبد المنعم بالمناسبة مبشر يعني طبعا حاجة جميلة مبشر والنهاردة بيلعب عنده شخصية شخصية واضحة وبينحييه طبعا على الأداء الجميل بالنسبة بقى المشكلة في الرباعي اللي قدام اللي هو صنع الألعاب والثلاثة اللي هم المهاجمين عندنا طبعا من اللعاب المحترفين اللي قدروا إن شاء الله يكملون السابد ده بشكل جاي من البطولة العربية روح لسوبر أفريقيا بس تسمحني نروح لفاصل ونرجع نتكلم على مواجهة منتظرة طبعا لجمالي النادي الأهلي الأهلي الرجال بيضاوي في سوبر أفريقيا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في السادسة مع كابتن مهر همان